السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزية رقم 10 من الفصل الثاني هنتكلم عن الائونيك بوند الائونيك بوند أو الائونيك بوند is transfer one or two electron from atom to atom في منطقة البساطة هي عبارة عن انتقال الالكترون أو اثنين من زراتين إلى أخرى وبنقول برضو ان الائونيك بوند is created between two unlike atoms with different electron negativity يعني هيا العملية مش عملية انتقال الالكترون أو اثنين من زرات إلى أخرى ده لازم يكون في الشرط ان هما يكونوا زرات غير متمثلة يعني مش بتوعهم مادة واحدة يعني بتوعهم مواد مختلفة تمام؟ ويكون في بينهم فرق في الالكترونيكاتيبتي ليه يكون فيه فرق بينهم في الالكترونيكاتيبتي؟ لان بما ان فيه الالكترونيكات تنتقل يبقى فيه مادة هتكتسب ومادة هتعطي فلو كانوا الاثنين زي بعض يبقى إما الاثنين يكتسبوا أو الاثنين يعطوا وبالتالي ما ينفعش عشان كانوا ما ينفعش يكونوا زرات متمثلة تعالوا نشوف اكزامبل قالك يعني العملية في المنتقى البساطة لما نيجي نشوف التفزيع الالكتروني للسوديوم نلاقي السوديوم فيه 11 بيتوزعوا اتنين اتنين وتمانية واحد فالواحد الأخير اللي هو ده بيبقى سهل عليه على السوديوم انه هو يفقده طب تعالوا نشوف الكلور الكلور فيه 17 يعني عنده سبع زرات في مداره الخارجي طب بالنسبة للكلور هل سهل عليه انه هو الأسهل انه هو يكتسب الالكترون ولا يفقد السبعة فلاقينا انه أسهل حاجة ان السوديوم تفقد الالكترون طب واذا فقد الالكترون احنا قلنا او عارفين ان الزرة في الاساس متعادل كهربيا يعني عند الشحنات السالبة ادعى عند الشحنات المجابة طب لما تفقد الالكترون معناها ايه معناها انه شحناتها السالبة قلت فتتحول الى ايون موجب اما الكلور من قام باكتسب الالكترون فهتحصل ان شحنات المجابة تزيد عفوا شحناتها السالبة تزيد لانه كان في الاصل متعادل كهربيا فلما جات له شحنة سالبة من السوديوم يبقى زادت شحناتها السالبة فتحول بدوره الى ايون سالب عندي ايون موجب وايون سالب يحصل اتراكشن بينهم يعني يحصل تجازب فلما يحصل تجازب يروحهم intimidated الى ايونة بوند زي ما احنا نرافئين ويبقى ترتبها ازاي كلورسوديوم سالب وموجب سالب كلورسوديوم كلور سوديوم كلورس سوديوم وتلاقي دايما هنا سالب وموجب يحصل اتراكشن سالب وموجب يحصل اتراكشن وهكذا 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 سالب وموجب سالب وموجب فيديني رابطه طب تعال انشوف الانعكاس ده على الخاص بتاعة الماتيريلا الي هي بتعتمد على الايونيك بوند قال لك ايونيك بوند ماتيريانز يعني المواد اللي هي الرابطة بتاعتها ايونية يعني بتكون في الحقيقة الصلاة بتاعتها متوسطة وفي الغالب أو إلى حد ما ببقى درجة انصار بتاعتها عالية لأن ارتباط الزرات ببعض ارتباط قوي جدا الحاجة التانية برضو الملاحظة قال لك طيب بيقول لك هذه المواد في الغالب تكون قابلة للزوابان لكنها ضعيفة جدا للتوسيل للكهرباء ليه قال لك لانها بما انها مكونة من ايونات سواء كانت ايونات مجابة او سلبة وفيها تركشن بينهم وبالتالي بتبقى المادة او بيبقى المادة ستيبل ومعندهاش للسعداد لا تفقد ولا تكتسب الالكترونات طب اذا كانت هي لا تفقد ولا تكتسب الالكترونات بسهولة يبقى هي توصلها للكهرباء يعتبر توصيل ضعيف جدا وفاير الحاجة التانية يعني هم يعتبروا خواص بتاعتها لحد جبير Symmetric Highly Symmetric and Non-Directional لاني عندك الكتينز محاطة بالانينز وبالتالي بما عندها نوع من انواع الخواص اللي هي High Symmetric and Non-Directional اللي هي الـ Isotropics الـ Isotropics